لو كان نبيك موجود اليوم بالإمارات وراح على برج خليفة وبالع واقف على البرج هل يعتبر هذا شيء جميل ولا غير جميل لو كان نبيك موجود اليوم بالإمارات أنت مو بالإمارات وبالع واقفا أمام السياح والأجانب في الشارع وبالعا وبالعا لا طبعا لا طبعا وبالصحيح البخاري كان يبونوا واقف أمام الصحابة بالله أنا ما شفتوش الحديث فبقدرش أفتي فيه طيب ادخل على الجوجل لو سمعت خلص خلص أوكي خلص تمام تمام شنو ها 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 خير وصلت المعلومة وصلت خلص وصلت المعلومة بس كيف وصلت غير تتأكد من الحديث تدخل على الحديث الشوفة لا ملولا إنك واثق أنت ما لا 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 حتى له حتى له أنا واثق أريدك أنت تتحقق من هاي المعلومات لو سمعت دخل على الجوجل خلص أوكي برجع برجع على الحديث ما راح ما راح تلقي الحديث لأنا ما قلت لك ما هو الحديث ادخل على الجوجل أنت لان ليش خايف طيب لا حتى لو ستخلق ايه ادخل نتخل لا تخاف احنا بالنتيجة جالسين نساعدك نعم ايو اتفضل اكتب بال النبي على صباطة قوم قائما ثم دعا بماء فجدوه بماء فتوضع صباطة قوم هي الزبالة بيها نعمة الله خوز خطيئة أكل حيوانات بيها رز ايو اتا النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجدوه بماء فتوضع اقرأ الرواية الثانية اللي بيها كلمة ادنو كلمة جميلة اريد اعلق عليها وين الرواية اللي تحت اقراها في رواية ثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى موقع تلقى فيه الكناسة وهذا الشرح لا لا هذا الشرح لا طيب ما اطلعت لك في رواية اخرى يقول بالا في صباطة قوم فقال حذيفة فقال النبي ادنوا مني فدنوت الظاهر البولة كانت طويلة ويحب يسولف مع حذيفة المهم حاجة شيء شثير ما يفيد انت الان روح بحث بالرواية شوف ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول على برج خليفة جيد لان هاي امام السياحة امام الناس جدا عيب خزي عندكم اجانب عندكم انجليز رضي الله عنهم وارضوا يعني اتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قومة فبال قائما يعني انت انت لاش افترضت انه انه عورته بانت للجميع لا عورته هاي بها روايات طلعت بمواقع ثوني احنا نتكلم على البولة انت قلت هذا الشي عيب ما يصير يبول عزب والا امام الناس صح والله يشوف احنا يعني احنا في عصر غير عصرهم انا ما بعرف يعني شو الحيثيات تابعوني لا ما كان عندهم لا 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 الناس كانت تذهب الى الخلاء وتذهب تختلي في اماكن صالحة للبول والخلاء اما البول على زبالة هو بول عجيب غريب لذلك 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 وردت فيه الرواية انت ملاحظ يعني انت لان عندك بالنبي خلف جبن لا بالنبي على التلة لا ليش لهذا هو الطبيعي اما اما على الزبالة واقف امام الناس هذا مو طبيعي لذلك ارسلت لك في الروايات فهمت طيب اسمع مني بالله والله ما فهمت يعني فيه حديث ما بالرسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ انزل عليه القرآن فهذا كذب طلاه انت بدك تقيم حديثنا هذا موضوع ثاني لا هذا كذب من انت لاي الرواية عندك في صحيح البخاري باله واقفا امام حذيفة اش بيك انت طيب على كل حال على كل حال اعطيني اعطيني اشكالك خلاص انا اكتفيت اي هو هذا هو هذا انت ما تقبل بنبيك يقول امام الناس في شارع خليفة مثلا شارع بن زايد متقبل لينعيب منظر خزي شو اعرفت في شارع خليفة انت شاليك انت انا هناك دائما يومية موجودة تواجدت هناك شارع خليفة باي يا عيوني انت تسمعني ولا لا سامع فانت ما تقبل على نبيك يسوي هذا الفعل ليش تقبله بسيرة الحقيقية فانت تحتاج تشوف علاجي لهذا الموضوع جيد يا هلبي يا هلبي انا اقل عفوا 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 طالما انا امنت انه انه محمد صلى الله عليه وسلم نبيي فانا اقل من اني اقيم افعالي فاذن نرجع فاذن تقبل بولت على الزبالة امام السياح الاجانب في شارع خليفة والله شوف مدامني قبلت انه 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 اني اصدق انه راح على على يعني بالاسراء والمعراج هاي الرحلة السماوية بيوم واحد اي فما بقدر اناقش باقل من اي عسين مية مية شكرا اليك عاشت ايدك الان انت مسلم سني مواحد عسين فالاخ مسلم سني مواحد من وين انت اصلك من فلسطين نعم من فلسطين يعيش في دبي مدينة جميلة يقول لا مشكلة لدي ان يأتي نبينا اليوم بين السياح الاجانب الغربيين ويعطيهم تلك البولة العظيمة الطويلة على اكبر الزبالة قمامة موجودة في مكان لينظر السياح ويؤمنوا بكتبه ورسله وانبيائه بسبب تلك البولة المباركة التي يقولها وهو واقف على الزبالة شكرا اليك اخي الكريم جعلك الله من المهتدين الذي يهدي الناس بهم في بولة النبي صلى الله عليه وسستن شكرا اليك عربي سنت وجدت يا احلم شكرا محمد بن زايد اطردوهم قبل ان يتكاثروا هو يخل ما وصك صدق شذيب شين السالفة اطردوهم مدينة جميلة وبها السياح غربيين بريطانيين رضي الله عنهم وارضاهم اخواننا مواطنين بها السياحة اسرائيليين بها السياحة امريكيين اجانب صينيين يابانيين دبي صايرة محط انظار عالمي شلون يعني شلون امريكي شلون الياباني يعني دبي الناس كلا تروح بها ما بها ضرائب يطلع واحد يقول انا النبي صلى الله ها خير يلا نؤمن برسالتك بس دقيقة احتاج افك افك الزنأ في الزبالة ولا مواخزة عاوز افكها يا رب الله بس والله ما يسمحوا للدولة هناك ما تسمح لهم العرب دي تعتقل النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه وانبيائه ورسله وصحابتك تعتقلهم وتحطهم بالسجن تأديبهم تأديب من هذا العدل قل لأشوف لك دولة هاي مصرف عليها ملايين ملايين تكنولوجيا وتطور وشوارع ونظافة طالع انت تقول بالزبالة ما تستحيي ما تستحيي صلى الله عليه وسلم براك